لما نتكلم على مباراة الاهل وريال مدريد إذن أنت أمام حدث عالمي فريد من نوعه من الصعب أن يتقرر كثيرا آه واضح جدا أنك ممكن تعمل مباراة ودية تلعب مع ليفربول، تلعب مع آكس، تلعب مع روما، تلعب مع الميلان، تلعب مع الريال ولكن أنك تلعب مباراة رسمية مع ريال مدريد أكيد ما كسبها عديدة وكبيرة ومهمة لأن البعض في أحيانا كثيرة ممكن يحتاج أن يلعب مباراة ودية فيصرف عليها ويدفع من جيبه الكثير تدفع من خزينة النادي ما يقرب مثلا من 3-4 مليون دولار عشان تلعب 90 دقيقة وتستفيد بالحضور الجماهيري ولكن أنت هتلعب مباراة الغد وانت كسبان من كل النواحي رعاية، تسويق، حضور جماهيري، علامة تجارية بيتم تعظيم قيمتها ومكانتها وكمان أنك بتلعب مباراة تقدر بعد ما كنت مرشح أنك تاخد 2-2.5 مليون دولار؟ لا، رايح في كاتيجوري تاني خالص ممكن تلعب على الـ 4-5 مليون دولار يعني كمان بتلعب وهتكسب فلوس ده كل ده بخلاف بقى الجانب المعنوي يعني الجانب المعنوي في تاريخك لما يتقلعبت نصف نهاية كاس عالم مع ريا المدريد أكيد حاجة كبيرة جدا